من بداية الشهر إلى آخر الشهر طبعاً القراءة طاقتها مفتوحة يعني ممكن تنطبق على بعض مدة أكثر من شهر والبعض الآخر شهر لكن إحنا رح نوجه طاقت القراءة لمدة شهر أيضاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن أنت خذ من القراءة فقط الإشي اللي بيناس بسك إشي اللي بيفيدك خذ الإيجابي من القراءة وتركي السلبية يعني مش ضروري تركز على الأمور السلبية للأول والأخير أنت يعني قادر على تغيير مجرى الأمور هاي فقط قراءة بالطاقة الحالية اللي رح تذهب لكن ممكن الطاقة تتغير يعني القراءة مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج السرطان ممكن تحس إن بعض الإشي اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك أو تكون مشابهة لطاقتك بدنا بس ناخد كروت للتوضيح بعدين نبلش القراءة أوكي بنبلش بقراءة السرطان أو بطاقة برج السرطان الحالية عنشوفك كتير صبور مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت محضوط أنت وهالشخص بوضع صعب أو بوضع يمثل تحدي بالنسبة لإلك وبالنسبة لشخص اللي عم تتعامل معه كرت بيشنز فإنت عم تتحلى بالصبر حالياً أو عم تحاول تكون صبور أكتر للعلاقة والتواصل مع هالشخص همشوف أيضاً هم تحاول تتعاطف مع الوضع أو تتعاطف مع الشخص اللي عم تتعامل معه مع التواصل لأنه عندك وعندك أيضاً يعني عم شوف عم تحاول تنظر للأمور بطريقة شوي عاطفية أكتر لأنه بالماضي أنت حتتحكم على العلاقة كنت بطريقة قاسية أو عم تحسب لها الشخص على أصغر الأمور ولها العلاقة لأصغر الأمور ولكن عم شوفك عم تتحلى بالصبر بدك تكون صبور لأنه المشكلة أنه أنت كنت عم تحكم على هالشخص أو هالعلاقة لأنه عندك كينغ أوف سوردز هو أنه أنت كنت مشوش عندك إيت أوف سوردز فأنت كنت في وضع مشوش فيه عاطفياً عقلياً حتى وبتحس أنه أنت في مطرح أنه بدك تاخد قرار بين شيئين، بين شخصين، بين طريقين أو بين أنك تضل مع هالشخص أو تترك العلاقة مع هالشخص فالبعض منكم هاي هو السبب اللي كان عم يخليك تحكم على الأمور أو تحاول أنه تحل الأمور بطريقة الوضع اللي بينكم بيتطلّى بالصبر عم شوف مشان هيك أنت عم تتحلّى بالصبر هون عم تحاول تكون صبور عم تحاول تكون متفهم أكتر لطبيعة العلاقة اللي بينكم أو لظروف الشخص اللي أنت معه الشخص اللي أو طاقة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه في عنده شخص قديم وشخص جديد ممكن أنت تكون الشخص الجديد وهو لسه عالق بتفكيره بشخص القديم عم شوف أنه أنت عم تحس أنه هو عم نعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى وأنت مش عم تحكي أنت عم تكون كتوم عم تشوف أنه أنه هو عم نعطي اهتمامه إلى أشخاص أخرى ممكن طبيعة العلاقة ممكن أنتوا ما تكونوا أصلاً بعلاقة مع بعض مشان هيك صعب عليك أنه أنت تحكي وتعبر عن مشاعرك لهالشخص أنا أنه عم شوف أنت أيضاً عم تراقب الأمور من بعيد عم تراقب الشخص شو عم بيساوي؟ ما هي اختياراته؟ يعني دائماً عم تراقب الشخص من بعيد دائماً بتشوف أنه أنت بيجوز بتشوك بهالشخص كتير أو مش كتير بتوثق فيه في عندك مخاوث داخلية تجاه نواية هالشخص واختياراته ودائماً بتحس أنه في طرف تالت أنه في إمرأة أخرى أو أو رجل آخر لأنه بأغلب الكروت أنت دائماً بتنحط بموقف وكأنك بتكشف هالشخص مع حدا آخر أو بتكشف تواصل مع شخص آخر فأنت دائماً وكأنك بتكبس عليه بالجرم المشهو يعني أمامك بيكون ولكن أغلب الإشي اللي بتحسها عمشوف طاقة الشخص اللي أنت عم بتتعامل معه أيضاً لأنه هي طاقته بالأول والأخير فهو أيضاً بيحس بيشك وبيحس أنه أنت معك شخص آخر وهو أيضاً بيحب يترقب من بعيد ولكن عمشوف الشخص اللي أنت عم بتتعامل معه شخص أغلب حكيه صادق ما بيحب الإيل والآله لأنه يعني شخص دغري بالحكي شخص ما بيحب يتلاعب بالحكي الشخص عم يبحث عن الشفاء الداخلي عمشوف بالماضي 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 هالشخص ممكن يكون مر بتجارب اللي هو نخدع فيها ونجرح فيها ومشان هيك أيضاً شخص بيشك كتير أو شخص دائماً بيكون مترقب أو متأهد أو دائماً خائف نشي معين خلينا شوف خطواتك المستقبلية يا برج السرطان عم شوف أنت عم تحس بإنجاب جسدي كتير تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه وعم شوفك بالمستقبل أيضاً مش رح تحكي يعني رح تخلي أغرب أغلب آراءك أغلب معتقداتك يعني في جوى داخل نفسك عم شوفك رح تكون منطوي أكتر على نفسك رح تتأمل في العلاقة من بعيد ورح تحاول تفهم العلاقة من بعيد توقع البعض منكم مش تواصل بينك وبين هالشخص في الماضي عم شوفك أفضل من الوقت الحالي بالمستقبل أنا عم شوفك منطوي على نفسك ممكن أنت إن جرحت من هالشخص أو جرحك الوضع أنه هو معه أشخاص أخرى أو ممكن عم تحس إنه فيه أشخاص جديدة باكت هالكرت طلع عندك مرتين هالكرت نفس هالكرت فعم شوفك في المستقبل كتير منطوي على حالك أيضاً برج سرطان طاقتك في المستقبل كتير رح تكون كتوم المون كارد بتحكي عن الأسرار أو عن الإشياء المخباية عن الإشياء اللي ما بتحكي عن الوجه المظلم للأمور أو الوجه الآخر للأمور عم شوفكم معدب كتير بأفكارك الداخلية فعم تفكر كتير بالعلاقة اللي بينك وبينها الشخص أو بها الشخص عم تفكر كتير وأغلب الأفكار أفكار سل بيها للأسف مخاوف داخلية ومش عم تحكي فيها يعني أغلب الأشياء اللي عم تحسها عم تخليها لحالك وأنا عم شوف أنه هالشخص عنده أيسف صورتز يعني هالشخص بتتواصل معك أو بالحكي معك شخص كتير منفتح يعني شخص اللي بيحس فيه بيحكي لإلك على طول ولكن أنت كتير كتوم شخص كتير كتوم فممكن تكون أنت عم تحكم على هالشخص لأنه أنا عم شوف أنه هو صادق معك بالحكي أو إذا سألته عن إشي عم شوف أنه هو عنده يعني ما بيحب ما بيحب الإيل والآل يعني بيعطيكي الجواب من الآخر فما عم شوف أنه الشخص بيكذب عليك ولكن أنت طاقتك كتير غنضة يا برج السرطان يعني كتير كتوم بتطلق أحكام على هالشخص أو بتتخيل سيناريوهات أو إشي فيه يعني فيه رأسك عم تتخيل إشي مش عم بتصير مش عم تحكي فيها لهالشخص خلينا نشوف خطوة الشخص بالمستقبل هالشخص بخطواته المستقبلية عم يحس أنه هو هو اللي عم يحط مشهود أكتر بالعلاقة عم شوف أنه هو بيحس أنه دائما هو اللي بيحاول يتقرب منك دائما هو اللي حركته ومستمر تجاهك دائما هو اللي بيبين لك مدى مشاعره ومدى عواطفه تجاهك على عكسك أنت أنت كتير غنض وكتير كتوم حتى إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص ما عم شوفك مش عم تبين لهالشخص نهائيا وهو أيضا عنده تتبع برجك أنت السرطان فعالشخص عم يفكر فيك كتير يعني حطه بخطوته القادمة أو بخطوته المستقبلية عم يفكر فيك كتير أيضا تحكي عن بدايات ممكن يكون فيها هالشخص بده بداية جديدة ما عم يستثمر فيها أو يحط مجهود فيها ممكن إذا أنت وهالشخص بعيدين عن بعض ممكن هالشخص يبدل مجهود في أنه يلتقي فيك مجهود مادي من النوع لحتى يوصل إليك أو يتقرب منك ممكن يكون فيه سفر لحتى يشوفك أيضا لأنه هيدا عندك أنت يعني أنت الاستثمار اللي عندك أو أنت الإشي اللي عم تفكر فيه عاطفي أكتر هو الإشي اللي عم يفكر فيه أو الخطوة اللي رح يقوم فيها مادية أكتر رح يكون فيها نوع من المادة أكتر أيضا عم شوف فيه كتير تجاه هالشخص يعني من ناحيتك ويل أو فورتشن بيعتبرك سول ميت أنا بتوقع هالشخص بده ارتباط جدي معك الأوراق في المستقبلية لها الشخص تجاهك كتير إيجابية فهو بيشوفك سول ميت ممكن البعض منكم أيضا يكون فيه ارتباط إذا أنتوا أصدقاء رح يصير جدية في العلاقة ارتباط بالعلاقة إذا أنتوا فيه علاقة يعني رح يصير فيه تطور كنتوا بزواج لأنه استثمار مادي عندك هون فيه تقدم فيه حركة منتجاه هالشخص هو عم يفكر كيف يتقرب منك هالشخص أيضا كارما هالشخص بده يكون عم شوف أقلب الأوراق إيجابية معك بده يكون منصف معك لأنه هالشخص بي آمن كتير بالكارما أو بي آمن كتير بفكرة أنه الأشي اللي بتحطه بيرجع لإلك فهو عم شوف أنه عم يحاول لقدر المستطاع أنه ينصف الوضع اللي بينكم أو ينصف العلاقة اللي بينكم أو يكون صادق على قد ما يقدر يعني معك لأنه هو بده هالإشي هو بصراحة مش عجبه أنه أنت شخص كتير كتوم هون لأنه هو بيشوف أنه كتير منفتح تجاهك يعني بيحكي لك السألته بيحكي لك على طول شو هو بيعطيك زبدة الأمور يعني بس أنت كتير غامض كتير كتوم بالنسبة لتعقدكم المشتركة فأنتو اللي تنام بتوقع بالغالبية برج السرطان بحكم الأوراق اللي طلعت عندك أنت لابس قناع أو حتى أنتو اللي تنين لابسين قناع مش عم تبينوا مشاعركم الحقيقية تجاه بعض أنت عم تبث صورة معينة وهالشخص أيضاً عم يبث صورة معينة في عندكم صراع على السلطة في أيضاً اشتياق كتير للأشخاص اللي مش عم تحكي مع بعض في عندكم عم تحس بيشتياق بتعقدكم المستقبلية بترح تشتاءوا لبعض مش تائين لبعض اللي مش عم يحكي مع بعض عندك عروض حب أيضاً في المستقبل مع هالشخص أم شوف أنه في حدا رح في عندك عرض حب من هالشخص أم شوف هو اللي رح يقوم بخطوة إجاهك أنت بخطواتك المستقبلية ما عم شوف أنه أنت طريقك يعني اللي رح تاخده رح يكون طريقك لحالك بس هو عم شوف هم يفكر بالتزام هم يفكر بارتباط تجاهك فهالشخص عم شوفه هو اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لحتى يقرب منك طريقة العلاقة بينكم عم تظهر عم تخليك تواجه مخاوفك مع هالشخص عم تخليك تواجه طريقة العلاقة بينكم العلاقة بينكم ممكن أيضا تقول اه 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 توأم شعلا احنا منحكانها ممكن تقول توقم شعلا بمعنى أنه انتو كانكم مرايات لبعض انت اللي بتحس فيه هالشخص اوتوماتيك دي على طول بيحس فيه فانتو طاقتكم اه مرايات لبعض فارلر مواجهة لبعض ف فيه عندكم عم طبيعة العلاقة هاي عم تطلع فيك دي شادو سايد عم تطلع فيه أيضا دي شادو سايد عم تجبرك تواصل بينك وبينه الشخص عم يجبرك انه تتعامل مع مخاوفك الداخلية تجبركم انه تتعاملوا مع مخاوفكم الداخلية ومخاوف انه فيه الطرف منكم عم يحاول يوفق بين شغلتين بين عمل وبين هالعلاقة عم يحاول انه يوفق بين شيئين وفيه طرف آخر عم يحاول انه يتخذ قرار فيه شخص متردد انا بتوقع انه انت الشخص اللي متردد بخصوص هالعلاقة او بخصوص هالشخص يعني انت اللي متناقض وصعب عليك انه تاخذ قرار هل الخطوة المستقلية بينكم طبيعة العلاقة اللي بينكم رح تجبرك انه تتعامل مع امور انت كنت عم تحاول تتهرب منها او عم تحاول انه ما تواجهها اشيه صعبه فيه لانه انتو التواصل اللي بينكم تواصل توقع مش شغل بيكون تواصل صعب عادة ايضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن يعني فمشان هيك ممكن يكون بعض الامور صعب عليكم انتو بتطلعوا من بعض بانكم بتعاكسوا بعض يعني بينكم الشفاء بيصير بس بطريقة مؤلمة هذا هو طبيعة مع توقع مش شغل بيكون مؤلم بيكون صعب انك تطلع طلع اللي جواك يعني صير في تطهير للعلاقة صير في تطهير حتى لروحك بطريقة مؤلمة فانا بتوقع انه اذا فيه ببعض مواليد برج السرطان بالمستقبل اذا فيه اشيه انت عم تكتم فيها مش عم تحكي فيها عم تخبيها شخص كتير كتوم برج السرطان هون رح تجبرك هالعلاقة او هالتواصل رح يجبرك انه انت تتعامل تتصرف مع الامور اللي عم تتجنب انك تواجهها ولكن عم شوف حبيبك او الشريك عم يفكر انه عم يفكر انه يقوم بخطوة جدية تجاهك لانه عم شوف انه اغلب اوراقه او اوراق التزام وارتباط اوكي حباي برج السرطان بتمنى القراءة تكون فادة